كان من الطبيعية أن تستقدم بيلاروس أسلحة نووية وقوات روسية إلى أراضيها فقواتها العسكرية غير كافية لمواجهة الخصوم المحيطين بها في حال اندلاع نزاع شامل يصنف الجيش البيلاروسي في المرتبة الستين عالميا بين مائة وخمس واربعين دولة كما يشير موقع جلوبل فاير باور الذي يسرد المزيد من التفاصيل حول القوة العسكرية لبيلاروس من حيث العدد يخدم في الجيش البيلاروسي نحو ستين ألف جندي وهذا العدد يعد كبيرا إذا ما تمت مقارنته بتعداد السكان الذي لا يتجاوز عشر ملايين نسمة يضاف إلى جنود الناشطين في الجيش احتياط ضخم يصل إلى أكثر من ثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف شخص يتم استدعاؤهم في حالات الطوارئ تشير التقارير أيضا إلى أن أكثر من ثمانية عشر ألف جندي يخدمون في القوات الجوية التي تمتلك أكثر من أربعين مروحية ونحو مائة مقاتلة حربية جميعها روسية الصنع لكن ترتيب بيلاروس من حيث القوة البرية يعد متقدما مقارنة بباقي الجيوش تمتلك أكثر من ثمانمائة وستين دبابة وأربعمائة وخمسين مدفع من أنواع مختلفة ونحو مائة وتسعة وثلاثين قاذفة صواريخ منذ احتدام المعارك في أوكرانيا والمخاوف من امتداد لهيبها لا تتوقف التواصل منسك رفع الميزانية الدفاعية حتى وصلت خلال العام الماضي إلى ثمانمائة وواحد وعشرين مليون دولار زادت عليها نحو ثلاثين مليون دولار خلال العام الجاري وتخطط منسك أيضا لزيادتها خلال الأعوام المقبلة